أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي فرصة وصفت بأنها الأخيرة لإنقاذ مقررات اجتماع العقبة يلتأم فيها الأطراف على طاولة المفاوضات على مضد وعلى الأرض تقابل بالرفض الكامل لكل ما وقع وما سيوقع في منتجع شرم الشيخ التي عقدت أمس أحداث دامية وجرائم بشعة ارتكبها ويرتكبها جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين في جينين ونابلس إضافة لتصريحات هوجاء أطلقها قادة اليمين في حكومة الاحتلال على مخرجات مؤتمر العقبة أحرجت كيانهم وعرته أمام العالم ووترت علاقة حكومتهم مع الولايات المتحدة بالإضافة لتصريحات أخرى عقبت جريمة المستوطنين في حوارة في نابلس إضافة لتحالفات جديدة فرضت وفرضت نفسها في المنطقة العربية ودخول الصين وإيران على خارطة المنطقة سحبت البصات من تحت أقدام الهيمنة الأمريكية أزمات متتالية لم يشهدها الكيان المحتل منذ قيامه ويحاول تصديرها والوقاية من أي أحداث جديدة يتوجسها في القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان القادم قبل أسبوع تمكنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إشغال الرأي العام الإسرائيلي في مسرحية هزيلة تهم بعملية فدية تجري في شمال البلاد حضرة النشر بخصوصها لإخراج رواية تشغل فيها الرأي العام ومحاولة الإجهاز على أزمة المستوطنين المعارضين الذين يحتشدون بعشرات الألاف في تل الربيع احتجاجا على تعدين القانون القضائي بدأت هذه الرواية بتصليط الإعلام على حدث أمني وصف بالخطير وقع على مفترق مجده وحضرت النشر عن تفاصيله وبدأ القائمون على هذه المسرحية برشح تسريبات كانت توجه في مضمونها لإرعاب المستوطنين المحتجين في الاعتصامات بعض هذه التسريبات كانت على لسان الوزراء وقادت الجيش والشرطة والمقابرات قبل أن يسمح بالنشر بتصريحات تهول وتضخم الحدث المزعوم في مجده منها تصريحات وزير الأركان أزينغوف الذي قال فيه أن هذه المرحلة الأمنية هي الأخطر على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران وتصريح آخر لإيلون بن دافيد بأن الحدث في الشمال يبقي جهاز الأمن مشغولا بكامله وعبارة أخرى تكررت في تصريحات العديد من المؤثرين في إعلام الاحتلال هولوا فيها نوع العبوة التي استخدمت بالتفجير وركزوا على عبارة بأن كيانهم يحذر من استغلال الضعف والمقصود فيه ضعف إسرائيل المصاحب للاحتجاجات واستهداف هجمات إرهابية أي استهداف تجمعات المحتجين إلى ذلك اختلفت المنظومة الإعلامية الاستخباراتية في مسرحياتها الهزيلة بأن منظمة مجهولة أطلقت عليها اسم قوات الجليل الذئاب المنفردة تطلق تهديداتها على جرعات وأن هذه المنظمة أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مجدو وسربت أخبار تشير بأن شريط فيديو تمت مشاهدته يظهر فيه ثلاث مسلحين من ذات التنظيم يحملون بنادق كلاشينكوف وقذائف وخلفهم عالم التنظيم وركزت المنظومة الأمنية الإسرائيلية على التلميح بأن المنظمة المزعومة تطلق تهديدات باستهداف تجمعات المستوطنين المحتجين جاء فيها قريبا سترون أشلاء المستوطنين تتطير بالهواء وفي آخر ولهيب حوارة نار تحرك كل المستوطنين وتهديد آخر موجه فيه بدأنا بالعبوات الناسفة واليوم جهزنا سيارة إضافة لتهديدات تستهدف نتنياهو وزوجته صارة وابنه يائر واختتمت المسرحية الهزيلة ببيان متضارب لجيش الاحتلال وهيئة البث الإذاعي وإذاعة الجيش والصحف تحت عنوان سمحة بالنشر بأن لبنانيا تسلل عبر الشريط الحدودي من لبنان وزرع عبوة على مفترق مجدو أدى تفجيرها إلى إصابة مصوت إصابة خطيرة وأن قوات الاحتلال تمكنت من قتله وعثر بحوزته على حزام من ناسف وفي بيان متضارب للناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال قال فيه عثر على أحزمة ناسفة وثماني وسائل قتالية في المركبة التي كان يستخدمها المنفذ وأن المنفذ خطط لاستخدام هذه الأسلحة في تنفيذ عمليات في المستقبل واختتمت المسرحية التي فشلت أهدافها في إنهاء اعتصامات المستوطنين المحتجين بحث وتحريض من قادة اليمين المتطرف لنيتنياهو على شن هجمات عسكرية على حزب الله قوات الأمم المتحدة اليونيفيل التي تتواجد على الحدود اللبنانية مع فلسطين أعلنت بأنها أجرت مسح في المنطقة التي ادعى الاحتلال بأن منفذ العملية تسلل منها وأكدت في تصريح رسمي بأن إسرائيل اختلقت هذه الرواية الاحتلال المحاصر بكل هذه الأزمات بدأ جليا أنه فقد كافة أدواته ولم يكن أمامه سوى التمسك بالفرصة الأخيرة كإجراء وقائي يتجنب في أزمة جديدة تضاف لأزماته يتوقعها كرد فعل شعبي فلسطيني على جرائمه بالضفة والقدس خلال شهر رمضان حيث مارس ضغطاته على قادة التطرف في حكومته بعدم التعقيب بأي تصريحات على ما يصدر على قمة شرم الشيخ الذي ذهب إليها الوفد الفلسطيني على مضاد وسط معارضات جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختتمت القمة أعمالها في شرم الشيخ وأصدرت بيانها الختامي بإضافات بسيطة لمقرارات العقبة ولم تتضمن أي قرار مغاير عما تم إعلان عنه في اجتماع العقبة وركز الاتفاق على القضايا الأمنية من دون مناقشة جوهر الأمر على أرض الواقع شهر رمضان تفصلنا عنه أيام قليلة وهو الحكم والقرار الفاصل والتفاصيل التي نترقبها كنتم معكم من منصة بالعربي محمد أبو أعمر ترجمة نانسي قنقر